السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ايغو سمارت ستيودنت اليوم جبنا لكم خبر من جامعة ابن خلدون تيرت يعني من جامعة الجزائرية من ولاية تيرت يعني هذا الموضوع خاص بالطلباء الذين في جامعة تيرت ولاية تيرت جامعة ابن خلدون قال لك في اطار يعني وعني الخبر يعني ما عندوش يعني اثنين يعني ثلاثة واثنين ساعة يعني ما عندوش نهار من اللي بارتاجوا في اطار المشاريع الثنائية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تعلن جامعة ابن خلدون انه قد تم اطلاق برنامج تدريبي مشترك موسم بدعم ومواكبة مبادرة ريادة الاعمال الاجتماعية والريفية الذي يجمع بين عدة قطاعات بما فيها دار المقاولاتية لجامعة ابن خلدون البرنامج يهدف الى دعم وتكوين مجموعة من الشباب الخارجين العاطلين عن العمل 16 شابا عاطلا الحاملي لأفكار او مشاريع ذات تأثير اجتماعي او ريفي من خلال مساعدتهم على هيكلة مشاريعهم وانشاء مؤسستهم يفضل انيا حذر المرشحون من البلدية التالية ناظرة السبت تقدمت هو مادنى وعليه يتعين على جميع المهتمين ممن تتوفر فيهم المعايير محددة تقديم طلباتهم عبر نموذج الطلب الالكتروني اين ستمتد فترة اجتقبال الى غاية الثاني عشر من شهر الجاري حصرا بولاية تيارت والمدية وذلك من خلال الرابط الموضوع ادناه الجامعة حبت شراكة من بابين شمال الاتحاد الأوروبي المهم قلت لكم باللي ندعم الشباب دونك احنا ينروحو ديركتا مو للسيت ونشوفو السيت كيدال نكليكو على السيت ونشوفو كيدال كما كم تشوفو هذا هو السيت دونك هذا هو السيت اعطالك الادس يعني وكالة التنمية الاجتماعية بوغرام كونفينانس كونفونسي پر لانيو اروبيان والا برب البلد الكالجيريان ديموكراكي اي بابيلاخ وديرين شاركة مع بانزل وديرين شاركة مشعرية مع نو اا ومشعر شيء بروغرام ديبي مشعر المهم حنايا نسكروا ونشوفوا على ربي اسكوا يقبلونا ولا لا مع وزارة التضامن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نكريكو على التزيل استمارة تجيب اللغة العربية منروحوش حنا اللغة الفرنسية معلش انه نروحوه باللغة العربية كالك برنامج دعم ومراقبة حاملية الشهادات المقاولاتية الاجتماعية والريفية وولايتين من دية و تيرت رجاء استكمال كل اقسام بشكل دقيق وواضح تمتد الفترة التقديم من 1 سبتمبر 2020 إلى غاية 12 سبتمبر 2020 لأي طلب معلوماتي رجاء الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني ومخليكم البريد الالكتروني يمكن يتلع على محتوى البرنامج على الرابط التاري دونك نحنا كيت دخلون توما كيت دخلوا هنا يا كيت دخلوا هنا يا وتشوفوا المعلومات والله اي حاجة البروغرام كيفية داير ولا كاش حاجة دونك تتوجهوا ديركتومو إلى هذه الصفحة كيت تتوجهوا إلى هذه الصفحة ندروا نكست ندروا كما كنتشوفوا هنا يا نكست ديروا نكست ديروا نكست دونك نوري لكم كفاة تسجيل باقي الاستمارة على التسجيل باش تفهموا ديركتوم دونك هنا يا اللقب يعني يدير لغة بتاعك الاسم التاعك التاريخ الاميلات التاعك هنا يدير البريد الالكتروني وهنا تدير الهاتف يعني رقم الهاتف الاول ورقم الهاتف الثاني هنا يدير الولاية تختار الولاية تيارة والرمدية البلدية تكتب البلدية التاعك هنا تكتب البلدية هنا التاعك ومبعد تدير نكست دونك احنا ما عليش نكتبو حاجة كما هاك نكتبو نخلطو صحيب باش من 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 منفوتوش الارباز هاد ومبعد تديرو هنا يا نيميرو تليفون مثلا نديرو مثلا نيميرو تليفون مثلا نديرو تيارت نديرو بلدية مثلا نديرو السبت مثلا ومبعد تديرو نكست مثلا حنا يا الصفحة الزوجة تجيك تجيك المؤهلات الشخصية مؤهلات شخصية تجيك تقني سامي ولا لسانس ولا ماستر ولا شهد اخر دونك لابلي بار يعني الناس اللي اللي يجعل عندها لليسانس تكليكي على ماستر لسانس لسانس ماستر اللي يحب ماستر يكليكي على ماستر دونك نحن نديرو لسانس نديرو التخصص تعنا مثلا علوم زراعية علوم زراعية نكليكو على عاطل عن العمل ولا نديرو طالب ولا كما تحبوتم ونديرو طالب ولا موظف ولا عاطل عن العمل دونك الخبرة المهنية تديرو بدون خبرة مهنية او نعم بخبرة مهنية اذا كانت نعم تكليكو هنا وديرو الأنسور يعني الإجابة على علش عندك خبرة مهنية قل لك وريننا الخبرة تاك المهنية ووريننا الخبرة تاك وش من خبرة اديتها انت في العمل هذا دونك تكتب لهم هنا الخبرة انتا عهم تكتب لهم الخبرة هنا تكتب لهم مثلا تطوير مثلا جانب الزراعي مثلا تكتب لهم كما مثلا نديرو نكست هننديرو مثلا نعم بخبرة مهنية دونك كي نكملو هذه الخطوات نكليكو على نكست نجيك هذا السؤال الأخير اللي هو السؤال اللي ما قبل الأخير وقيلها لماذا تريد أن تشرح لمعادرتك المقاولة لتطوير مثلا لتطوير اقتصاد اقتصاد الدولة مثلا أو البلاية هنايا هنايا في هذا القطع المشروع المؤسسة رح تختار زراعة خدمة اجتماعية حرف يدوية لسياحة بيئة أو سياحة الريفية الرغمنا أو البيئة رح تكليكي بيانسور على الزراع هنا ما يمنتوجات هنا يبضع أو خدمة رح نديره هنا مثلا خدمة سيف عرضك يعني تسفها مثلا خدمة مثلا تسف الخدمة إلى آخرية وهنايا تدير احتياطات السوق مثلا تدير احتياطات السوق هنا تكتبها هنا من هم العملاء مثلا المستهلكين أو المستهلكين الناس وكذلك إلى آخره هل يقدم منتوجك طابعا مرتكرا دير نعم ما هي امتيازات منتوجاتك دير امتيازات مثلا اكتفاء مثلا ذاتي مثلا منتوجات طبيعية مثلا مئة بالمئة مئة من المئة بيو مثلا هل لديك مؤهلات أو مهارات طبعا ندير هنا ينعم وهنا يدير اذا كانت الاجابة بنعم تفهم مؤهلات تاعك مثلا مثلا هل اجريت دراسات لمشروعك تقول نعم في السوق والدراسة الفنية والاقتصال هنا يأجي الأسئلة الآخرة كيف تخطط لتمويل مشروعك بينصير راح تدير طلب قرض بنكي هل يتطلب مشروعك مكاسب يعني طبعا يتطلب أرض وبناء معدات وشاحنات إلى آخره وحواج أخرى ودير ناست أما الآخر ما هي تأثيرك الذي تعتقد المشروعك يمكن أن يكون له يعني اقتصاديا وبيئيا هنا يصف مزيد من التفاصيل هل الموظفي الذين سيوظفهم عملك مثلا من واحد إلى أربعة راح تدير أكثر من عشرة هل تفكر في توظيف أشخاص نعم لا هذه ذوي الإعاقة يعني ذوي الإعاقة يعني لا راح يكون طبعا لا هل تخطي التوظيف نساء توظيف نساء راح تقول من الممكن من الممكن توظيف إذا كانت نعم دير نعم إذا كانت لا دير لا وإذا كانت ممكن دير ممكن وبعد دير سبميت هنا يدير لك استمار التجهيل يعني يعني صاري دجارك تم إرسالها بنجاح وبالتوفيق إن شاء الله على كل الطلاب اللي يتسجلوا في هذه الاستمارة لجامعة ابن خلدون ميلي تيرت لمساعدة الطلاب الخريجين لاستثمار في مشروعنا إن شاء الله نكون أفدكم كان معكم محمد الأمين حمر العيمين ماستر من جامعة ابن خلدون تيرت إن شاء الله تكون أفدكم يعني وكوفة كل أصدقائي في التخصصي وكل الطلاب الجامعيين وكل الناس الذين يريدون منحة وكل من يريد دراسة خارج الجزائر كنتم مع قناة عيقو سمارت سيدنت ربي يكون معكم لا تنسوا يعني اشتراك ولايك وشير هذا الفيديو مع كل الطلاب المختصين في جانب الزراعي أو الرقماني أو أي جانب آخر مهم يكون تابع إلى ولاية تيرت أو من دية ويكون تابع يعني إذا كان من الميلياتيات يكون تابع الجامعات ابن خلدون شكرا لكم جمعة مباركة وإلى اللقاء شكرا لكم